بعد مشكلته مع شاكيرا بيكي يولني اتزال قرات القدم قبل البدء فضلا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديدين كذلك لا تنسوا اعجابكم بالمقطع لأن الاعجابات تساعد هذا المحتوى على الانتشار بشكل أكبر وحسب الموقع الإلكتروني العربية بعد مشكلته مع شاكيرا بيكي يولني اعتزال قرات القدم وكتب الموقع الإلكتروني العربية أعلن جيرارد بيكي مدافع برشلونة الإسباني يوم الخميس اعتزاله قرات القدم بعد نهاية مباراة الميريا القادمة عقبة 14 عاما قضاها في صفوف الفريق الأول ونشأها جيرارد بيكي في أكاديمية برشلونة الشهيرة لما سيا قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونيتد في الفئات السنية للنادي وعاد إلى برشلونة ضيف 2008 في إطار ثورة قام بها المدرب الجديد حينها بيب كوارديولا وعانى بيكي من مشاكل داخل وخارج الملعب خلال العام الجاري إذا علن انفصاله عن شركته الكولومبيا تشاكيرا وستع اتهامات له بخيانتها ومن ثم خروجه من التشكيل الأساسي للنادي القطالوني ونشر بيكي مقطعا مرئيا عبر حسابه الرسمي يعلن فيه أنه سيغادر برشلونة بعد مباراة برشلونة المقبلة أمام الميريا مؤكدا سأعود إلى النادي مجددا في إشارة إلى أنه ينوي الترشح للانتخابات رئاسة الندي عام 2026 ولعب بيكي أكثر من 600 مباراة مع برشلونة فزخل لها بالكثير من بطولات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا ثلاث مرات بالإضافة إلى بطولات في كأس الملك وكأس السوبر وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية المقطع لا تنسوا للشراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديدنا